بالعلم بل بالأدمي تنهال أعلى الرتبي عشت حياة العلماء وطرق صنوف الرتبي بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معنا إن شاء الله النهاردة هنبدأ نشرح كورس الجاوا بورجرامي انجوز جاوا فور بيجنرز الكورس هذا بطرعه أكاديمية واقف أونلاين وبيقدموا ليكم عماد صابر أحب أعرفكم على نفسي في البداية أنا المهندس عماد صابر مهندس برمجيات خريج كلية الهندسة جامعة الزأزيق قسمة هندسة الحسابات والتحكم أنا اشتغلت لغات برمجة كثيرة جدا اشتغلت بالدوت نت واشتغلت بيتش بي في مجال الويب واشتغلت اس بي واشتغلت جاوا في الديسك يتوب وفي الويب واشتغلت في اللغات قاعد البيانات اشتغلت اسي كيو ال سيرفر وماي اسي كيو ال واشتغلت اقراكل اسي كيو ال فورمز وريبورتس واشتغلت على أنظمة أنظمة تشغيل ويندوز و لينيكس بإصداراتهم المختلفة ان شاء الله هقدم لكم النهاردة كورس الجافا اول حاجة نحب نقولها ليه الجافا ليه مش لغة تانية احنا عايزين نتكلم النهاردة عن مميزات الجافا الجافا في ليها مميزة كثيرة جدا اول حاجة سيمبل الجافا لغة بسيطة بسيطة يعني الاكواد اللي انت هتكتبها مش معقدة مش صعبة ان شاء الله وحنا بما نجي نشرح الدروس هتحس فعلا ان الاكواد سهلة لو مقارنة باللغات التانية اللي انت هتتعلمها هتلاقي الاكواد سهلة جدا ان شاء الله ثاني حاجة الجافا فيها خاصية جميلة جدا اسمها platform independent يعني ايه platform independent يعني دلوقتي البرنامج اللي انت عامله على الويندوز ده ممكن تنقله على الويندوز ده ممكن تنقله على الويندوز ده بكل بساطة من غير ما تغير له حاجة لماذا؟ لانك انت جافا ما تيجي تشتغل لا بتشتغل اعتمادا على الوبرتنج سيستم لا بتشتغل اعتمادا على حاجة اسمها virtual machine virtual machine ده هي طبقة مش طبقة قبلاش طبقة عشان ما تلقبطش الناس هي عبارة عن برنامج بيشتغل على الويندوز او بيشتغل على الويندوز او بيشتغل على الويندوز او بيشتغل على اي حاجة والبرامج بتاعتك بتعتمد عليه هو فطالما البرنامج ده موجود فهي مش محتاجة حاجة من البرنامج بدء ببقى هو اللي بيشوف البرنامج سيستم ايه ويتعامل معه فاذا هي البرنامج بتاعتمد على virtual machine وده من virtual machine موجوده خلاص مفيش مشكلة فديت خاصية تانية اسمها البلاتفورم اندبندنس طيب خاصية تالتة ان الجافا براكتكال يعني ايه يعني عملية ممكن تعمل بها برامج كبيرة من غير اي مشاكل تمام الرابع حاجة الجافا الريال تايم بتاعها سريع جدا يعني ايه الريال تايم بتاعها سريع جدا لو حد كنا عمل برنامج قبل كده برنامج رسمة قلبة مثلا او برنامج فلكي او برنامج اتحط في مكان حساس يعني سواء مثلا في الفلك او سواء في المستشفيات او سواء في اي حاجة فالبرامج ديت غالبا بتحتاج مثلا ان اخد مثلا البرنامج رسم القلب عشان من نتكلمش كتير فيه نسال برنامج رسم القلبي دي لازم من يرسم دقات قلب المريض فاللاحظة القلب بيدق فيه يعني ايه يعني ما ينفعش ان يكون مسلا المريض مات من دقيقتين والبرنامج لسه بيرسم نبضات قلبه. وقال للدكتور هيقضي كهرب فيه كهرب فيه كهرب فيه وهو الرجل نيت اصلا. لان البرنامج بيدي له اندكيشن غلط عن حالة المريض. فلازما البرنامج يكون متوافق سريع جدا. سريع جدا اول ما يخش له انبوت يروح يرسمه على طول. فسريع في معالجة المتخلقات سريع في اخراج المخرجات. كل ده اسمه ريال تايم. فالجوغة ريال تايم بتاعها كويس جدا. ما بيسبقهاش فيه غير السي بلاس بلاس. هي اسرع كتير جدا في الريال تايم بتاعها من الدوب نت. تمام? دية حاجة هي. يبقى ازا الجوغة الريال تايم بتاعها سريع. تمام? التكويت بتاعها سريع يعني. لشان كده قلنا عملية. تمام? الجوغة بتتعم خصايص مش هشرحها لك دلوقتي يعني ايه? لكن هتشوفها معنا بعد كده. كل ما تيجي خاصية منهم هشاور لك عليها وقول لك الخاصية دي تايمات اللي احنا قلنا عليها في الدرس الاولاني. لان ما ينفعش اشرحهم لك الا ما نكون شرحنا حاجات تانية كتير ايه قابله. طيب. الجوغة تدعم خاصية تمام? تعدد الاشكال. وتدعم خاصية الوراثة تمام? وبتدعم خواص فيها عالية جدا زي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله. فاذا الجوغة دية لغة قوية جدا. تمام? تعال نتكلم عن شوية مميزات تانية. زي ايه? اول حاجة. لو انت خدت الجوغة ديت. الجوغة ديت مش حتة واحدة. مش لغة برمجة واحدة كده. لا لا ده ده مديولات كتير جدا. مديول الويب. مديول للمبايل. مديول لكزا. فاذا كل حاجة كل حاجة يعني ده يفتح لك يعني مجالات كتير جدا بعد كده. تمام? هيفتح لك مجال انك انت تتعلم تعمل تطبيقات للويب اللي هي مواقع يعني. هيفتح لك مجال اك تعمل تطبيقات سواء اندرويد او سواء اي حاجة تانية بالجافا تطبيقات الجافا اللي على الموبايلات التانية تمام بلا كبير اي حاجة تمام فاذا انت كده قدرت تعمل تطبيقات للموبايلات خلاص بايه بانك انت عرف تتعلم تجافا هي ديت بالبداية دايما لدي ما تتعلم اسي اي وهي تخش تاخد اي حاجة تانية وراها لو انت حابب تتعلم قواعد بيانات قواعد بيانات زي مثلا او زي ماي اسي كيو ال مسلا او سيرفر او اي حاجة الجافا بتتكامل تماما مع كل قواعد البيانات تمام ويا ريت لو انت عايز تاخد قواعد بيانات بعد الجافا كنصيحة يعني تاخد اوراكل تاخد اوراكل لتبيز ليه لان هي قوية جدا تمام تاني حاجة الاوراكل والجافا بينزلوا من شركة واحدة اللي هي شركة اوراكل لان اوراكل اشترت صان من زمان تمام تالت حاجة اتلاقي الاكواد لو انت ما لكش فكرة عن البرمجة قبل كده تمام تبقى محظوظ جدا ليه لانك انت لما تبدأ من الجافا فانت بتاقت بداية قوية تمام فانت لو اخدت اوراكل بعد كده هتلاقي اكواد الاوراكل سهلة جدا تمام غير كده هتاخد ميزة تانية ليه هي انك انت لو عملت برنامج بالجافا تروح رميه على الاوراكل يشتغل تمام فازا بقى متكامل تمام التكامل مع الايه مع الجافا تمام ومع الاوراكل خلاص اا لو انت بعد كده بعد ما مشيت في كورسة جافا واكتشفت ان هو لا جافا ديت انا مش عايز اتعلمها انا في لغة تانية جالي فيها شغل مثلا وعايز اتعلمه تمام هتستفيد برضو من الكورس اللي انت تعلمته ازاي لان في لغات البرمجة فيها تشابه كتير جدا هتلاقي نفس هنعرف يعني ايه بعد كده تمام هتلاقي نفس يعني ايه نفس البرنامج نفس بنية البرنامج مع اختلاف السنتاجس اللي هي الكتاب اللي انت بتكتبه تمام فاذا انت لو خدت جوغا ودي كانت اول بداية لك فسق تماما ان هي بداية قوية طيب انا دلوقتي محتاج ايه عشان ابدأ الكورس دوت انا محتاج اه حاجة مش محتاج حية خالص غير اه الكمبيوتر اللي انت قاعد عليه والبرامج اللي هنشوفها ان شاء الله زي ننزلها في الدرس اللي جاي محتاج اللي انا شايفه فعلا ضروري تلت حاجات العزيمة والاراضة تمام اه والاصرار انك انت انت هتكمل الكورس ده يعني هتكمله ليه لانك انت لو ضعفت في النص هيبق انت كده ايه يعني يعني زي اللي ايه اه زي اللي واقف على السلم تمام فانا اهمني اوي انك انت يبقى عندك عزيمة وتكمل تمام الموضوع مش صعب خالص الموضوع بس محتاج متابعة محتاج متابعة تمام انت لما تكتب اول برنامج بيدك هتحس بالفرق فعلا هتحس انك انت بدأت تعمل حاجة تمام انت لما لما تبدأ مثلا في البداية تعمل برنامج هتحس فعلا انك انت ممكن تحمل حاجة كويسة كل الناس العظام مثلا تكتب برنامج هالوورلد مثلا احنا هنشوفه ما ان شاء الله قريب هتحس ان هو حاجة سهلة يعني ده ملوش لازمة تمام بس هتشوف مثلا واحد زي بيل جيتس مثلا بيل جيتس اللي هو صاحب شركة ميكروسوفت اول برنامج عمله كان ايه اول برنامج حقيقي عمله يعني ما هو لازمة يتعلم في البداية الحاجات البسيطة وبعدين يعمل برامج اول برنامج عمله كان برنامج تيك تاك تو او لعبة تيك تاك تو اللي هي ايه اللي هي اللي احنا عارفنا تمام ولما عملها ما كانش مسدق تمام اه الناس اللي عم تعمل موقع كبيرة انا لما اتعلم برمجة هستفيد ايه يعني ايه اللي هستفيده لما اتعلم برمجة لما اتعلم برمجة يعني واحد زي مثلا مارك زوكر بيرج دلوقتي بقى من اغنى اغنياء العالم بسبب الفيسبوك تمام عشان برمج فانا عايزك تعمل حاجة انا عايزك تتعلم عشان تعمل حاجة ايه هي الحاجة ديت انا انا مش هقول لك اي هي؟ تمام؟ لكن انت لما stole mou لا اتبقى لك لابدي افكار سليك hold up اما انك عندك افكار تقدر تعملها بس اهم حاجة الاصرار والمتابعة الع braid من غيرهم هستقدر كامل اصلاً الحلقة الانن بعد دي اهم حاجة عندي انك انتا تأسش ممكن بيجي في يوم انك اجتب قد ماية اشتغلش وتقعد عليه انا كنت بقعد بالاربعة ايام على الكود عشان في مشكلة انا مش عارفها تمام لحد ما بقيت ايه لحد ما بقيت اعرف المشاكل فين بسهولة تمام افتكت ان انا اول برنامج كتبته كنت كان كان لغة فورتران لو حد يعني سمع عنها لو محدش سمع مصلحة يعني الحمدلله كان اول برنامج كتبته كان كان حوالي سبع سطور وكان فيه خمسة وستين ارور ما تقولش ازاي تمام فانت اللي هتكتب معنا اقول برنامج ممكن ما يشتغلش اصلا تمام مفيش مشكلة ديت مش مش ازمة ومش اي حاجة تمام لكن تابع وشوف المشكلة تمام ان شاء الله بعد فترة هتلاقي تأثير بدأ يبان تمام محتاج منك انك انت تتابع الدروس باستمرار ما تكسلش يعني درس بتاعنا ان شاء الله ما بيزدش عن ربع ساعة اي حل من الاحوال الا لأفحالات قليلة جدا فان شاء الله دايما تتابع معنا دايما تحاول توصل وان شاء الله اللي بيحاول دايما هيوصل لحاجة كويسة ده كان درسنا النهاردة كان مقدمة عن الجافا يعني ايه مويزات الجافا عن اللغات التانية انا محتاج ايه عشان ابدأ ابدأ الكورس دوت تمام وما تنساش لو عندك اي سؤال في الدرس ده او عندك كلمة غريبة عادت على ودنك مش فهمها او عندك اي استفسار ياريت تسألنا على موقع واقف اونلاين وان شاء الله هنتبعك وانحاول نرد عليك بإذن الله او تتابعنا على الفورم بتاع واقف واقف اونلاين وان شاء الله انتظروا الدرس اللي جاي ان شاء الله كان معكم لا تصابر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته